النظام المغربي والنظام الجزائري عندما يلعبوا الورقة الانفصالية الأمازيغية أراهي كارثة؟ أي ورقة انفصالية؟ أي ورقة انفصالية؟ سواء كانت أمازيغية غدوة تكون عروبية تكون منشعار فنة إفريقية تكون سميها ما شئت أي ورقة انفصالية ستكون مدمرة ومخربة للبلدين وستتحكم فيها في النهاية القوى الانفصالية هذه ستتحكم فيها جهات خارجية وهذه القوى الانفصالية عندما تفكر بمنطقها الانفصالي فإنها تقول لك أنا هي تكون في عمالة مع الدول الأخرى لكن هي تنظر على أساس أنهم يقيمون علاقات يقول لك أنا أرني منفصل ماذا لا نجمعت المالك يقول لك الاحتلال جزائر ويقول لك أنا كي ندير علاقات مع كندا ولا مع فرنسا والإمارات ومنش عارف شكون والصهاين يقول لك أنا أنا يبني في علاقاتي الخارجية نفس الشيء سيقوله هذه المجموعة اللي نصبت إلى جماعة الريف أنا صراحة ما نعرفش هذه المجموعة وما نعرفش مدى صغرها أو كبرها حجمها تواجدها الحقيقي وهل تمثل بالفعل الريف أم لا تمثله أم أنها مثل الماك اللي ربما لن يمثل إلا واحد أو اثنين في المياه من أهل القبائل وحتى داخل الماك البعض اللي انضموا للماك هو نتيجة وهم يرون البؤس والفضاع والبشاع تعتصرف العصابات في الجزائر الحرائق اللي دارها جبار مهنة وهو قبائلي بالمناسبة لكن ما يهموش لأنهم هذو ما ينسى ما يولي لقبائلي لعربي لشاوي لامزابي لتارقي عندما تكون قضية السلطة عندما أقدم جبار مهنة على حرق القبائل في 2021 أقدم حتى على حرق المدينة اللي هو تابع لها اللي هي الاربعانة ثلاثا لمهموش هؤلاء يسكنون العاصمة لهم قصورهم ولديهم ذلاتهم وتجارتهم وبزنسهم وفي الدول الغربية وغير الغربية والأموال مهربة وعوش يهمو أنه يحرق الاربعانة ثلاثا ولا تزيوزوا ولا غيرها ما يهموهمش إذن بعض الناس اللي نضموا للمعاك مش كلهم باك بعضهم دفعتهم العصابات الإجرامية دفعا مش فقط في 2021 منذ 20-30-40 سنة إلى هذا الموقف المتطرف الانفصالي اللي هو يضر بمنطقة القبائل أولا ويضر بالجزائر ويضر بالمنطقة ككل الآن هذه العصابة تريد أن تقوم بالتجربة نفسها في المغرب فأنا أنصح النظامي أن لا يذهبوا في هذا الاتجاه لأنه باختصار بسيط سيخرج من أيديهم وحتى لو لم يخرج من أيديهم هي أصلاً المنطقة مشتتة ومفتتة فما بالك أن تفتت أكثر وتشتت أكثر وتجزأ أكثر